حتى يتبين لهم أنه الحق بسم الله الرحمن الرحيم أيها الأحبة هذه الآية ينبغي أن نتأملها كثير مننا يتساءل من هو الله عز وجل المؤمن يحب أن يعلم من هو الله ما هي قدرة الله يعني عندما يريد أن يتخيل من هو الله ماذا يفعل القرآن يجيبنا أيها الأحبة الله تعالى يقول عن نفسه عز وجل فاطر السماوات والأرض فطر شيء أي بدأ خلقه يعني الذي خلق الكون أول مرة والذي خلق الإنسان أول مرة والذي بدأ خلق الجبال والأنهار والنباتات والكائنات أول مرة هو الله عز وجل يحدثنا عن نفسه فيقول فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا هنا ملمح فقط أحب أن أتوقف معكم لماذا جعل الله من كل شيء زوجين لماذا أحدنا لا يستطيع أن يعيش بمفرده ولا يمكن أن يستمر الذكر يحتاج إلى الأنثى إذن قضية الأزواج قضية مصيرية يعني لو جئنا بمجتمع وجعلنا أن الرجال يعيشون من دون النساء عبر سنوات سينقرض هذا المجتمع يجب أن يكون هناك أزواج لكي يحدث تكاثر وتستمر الحياة على الأرض الله تبارك وتعالى لا يحتاج الولد ولا يحتاج الصاحبة ولا الزوجة فهو الواحد الأحد عز وجل إذن هنا يذكرك الله يقول لك انتبه كل المخلوقات تحتاج لأزواج للذكر والأنثى ولكن الله هو الواحد الأحد سبحانه وتعالى لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا أحد يعني لا يحتاج إلى أحد قائم بذاته عز وجل فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذكرك أيضا أن الله خلق هذه الأنعام يعني مثلا البقر البقر هناك مليارات من البقر في العالم تتكاثر لديها قدرة على التكاثر لتفي بحاجة مليارات البشر وبالتالي هذه الأزواج موجودة في كل شيء إلا الله عز وجل لذلك قال يذرأكم فيه ليس كمثله شيء إذن يذرأكم فيه أي يخلقكم من ذرية بعض يعني الله عز وجل وضع قابلية التكاثر لدى البشر الطبري رحمه الله يقول في تفسير هذه الآية يذرأكم فيه أي يخلقكم نسلا من بعد نسل من الناس والأنعام يعني يتحدث عن حاجة الإنسان للتكاثر حاجة الإنسان للزوجة والولد الله مستغني عن هذا الأمر تماما لذلك قال ليس كمثله شيء ليس كمثله شيء وهو السميع البصير طب كيف يعني أنا كإنسان مؤمن أفهم هذه الآية أيها الأحبة هذه الآية العظيمة تقول لي إنزع من دماغك كل التصورات البشرية عن الله عز وجل لأن دماغنا أيها الأحبة محكوم بالزمان والمكان والمادة ثلاثة عناصر وهناك عنصر رابع يعني أنا أضيفه القوانين أربعة عناصر دماغنا محصور فيها لا يستطيع أن يخرج خارجها الزمان لا يمكن أن نتخيل شيء كون بلا زمن أو نخرج خارج الزمن هذا أولا ثانيا لا يمكن أن نتخيل كون بلا قوانين قوانين السرعة والجاذبية لا يمكن تخيل ذلك لا يمكن أن نتخيل كون بلا مكان يعني ما هو اللا مكان لا تستطيع أن تتخيله لا يمكن أن تتخيل كون بلا زمان يعني الزمان والمكان والمادة لا نستطيع أن نتخيل الفراغ ما هو الفراغ لا شيء أيضا لا نتخيله الله عز وجل تبهوا أحبتي في الله هو الذي خلق المكان أولا خلق المكان وخلق المادة وربط المكان والمادة بالزمان وربط هذه جميعا بالقوانين الكونية أو الفيزيائية إذن هذا النسيج من المكان والزمان والقوانين والمادة مخلوق الله عز وجل خارج هذا المخلوق لأنه لا يمكن أنا عندما أفكر من هو الله يجب أن أعزل دماغي عن هذه المخلوقات وأتصور أن هناك إلها عظيما لا يمكن أن يخطر ببالي أو ببال أي من المخلوقات شكل أو حجم حشل الله هو خالق الأحجام وخالق الأشكال لذلك حتى كلمة شكل أو حجم أو مادة أو كذا كلها الله منزه عنها لأنها مخلوقات وأنا كمخلوق دماغي يعمل تبعا للتصورات الخاصة بما حولي من هذه المواد أنا أستطيع أن أتصور كائن حي أو بشر أو مخلوق ولكن لا أستطيع أن أتصور لا زمن ما هو اللازمن لا يستطيع أحد لأننا خاضعون لقوانين المادة وقوانين الكون يعني وبالتالي أيها الأحبة ليس كمثله شيء يعني أنا طبعا أنا أحدثكم عن نفسي شخصيا عندما أناجي ربي عز وجل أنا أتخيل في دماغي أن هناك إلها عظيما في مطلق العظم والقدرة وهو يسمعني أكثر مني ويعلم عني أكثر مما أعلم عن نفسي ويتحكم بكل ذرة من ذرات الكون هذا الإله الذي أنا يعني عندما أناجيه أتصور إلها ب يعني رحمته وسعة كل شيء أناجي إلها قادر على كل شيء قادر على أن يرزقني بلمح البصر ولكن أحيانا يؤخر الله الرزق لحكمة هو يعلمها أنا لا أعلمها إذن أخي الحبيب إذا أردت أن يعني تفهم هذه الآية يجب أن تعتقد أن الله عز وجل خبير بكل شيء عليم بكل شيء قادر على كل شيء قادر على أن يرزقك يرزقك قادر على أن يعطيك قادر على أن يعني يحفظك قادر على أن يشفيك كل شيء بيد الله عز وجل وهذا الإله ليس كمثله شيء فيقال أحيانا كل ما خطر ببالك فالله خلاف ذلك إذن أحبتي في الله دعوني أقرأ هذه الآية من جديد أرجو أن تكون الصورة قد اتضحت أن الله عز وجل أعطانا أعلمنا كيف نفكر تجاه الله عز وجل عندما نريد أن نناجي ماذا نضع في رؤوسنا يجب أن نضع في رؤوسنا فكرة عن إله مطلق القدرة يعلم كل شيء يعلم ما أخفي في نفسي الأشياء التي أخفيها يعلمها يعلم ماذا سأفعل يعلم الغيب كل تاريخ حياتي يعلمه الله سبحانه وتعالى ويعلم مصيري مسبقا يعلم هل أنا سأدخل الجنة أم النار أم غير ذلك لأنه لأنه هو خالق الزمن فالله لا يجري عليه زمان ولا مكان ولا مادة ولا قانون لأنه هو خالق القوانين لذلك أحبة في الله يعني سأعيد قراءة هذه الآية وأختم بها فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه يعني نسلا من بعد نسل ليس كمثله شيء وهو السمع البصير نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق